اشتركوا في القناة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بتصريحات وبخطابات رنانة غريبة عجيبة الحقيقة قبل ثلاثة أو أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي قبل أن يسافر إلى نيويورك لحضور الشماعات الجمعية العامة والممتحدة خرج علينا الكاظمي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يقول بالنص قال تجربة حكومتي أكدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دورا مهما في تثبيت الاستقرار بالمنطقة الله أكبر هناك مثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه من يبحث عن استقرار المنطقة ومن يستطيع أن يلعب دورا مهما في استقرار المنطقة عليه أن يكون مستقرا أساساً أن يكون بلده على الأقل مستقر هل العراق مستقر منذ عام 2003 حتى الآن؟ هل العراق بلد آمن ومستقر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وكل اتجاهات؟ مستقر وقادر أن يتحرك ويطير بجناحيه ويحقق الاستقرار في المنطقة ويكون عنصر توازم في المنطقة؟ هل هذا صحيح؟ أم هذا ضحك على الناس؟ هذه القضية لا يمكن قبولها لا تبلعها مهما حاولوا أن يبلعوها لا يمكن بلعها الحقيقة العراق استطعت أن يؤدي دورا مهمة في تثبيت الاستقرار في المنطقة أكدت حكومته هذه قضية تشبه قصص ألف ليلة وليلة قصص خرافية حكوم بها على عقول الناس حكوم بها على أنفسهم وعلى عقول الناس لأن الناس لا يعلم تصدق شيئاً وتعرف الواقع وتعرفه وعاشته أي حكومة هذه التي لا تستطيع أن تحكم خارج الخضراء؟ أي حكومة التي في نفس المنطقة الخضراء التي توجد فيها هي الصراع بين الميليشيات يستمر بالقنابل والرصاص والقاذفات والهاوانات وهي ساكتة لا تحرك ساكناً طرفاً محايداً تختبئ مثل النعامة تخبئ رأسها والتوقع أنه لا يراها أحد أي حكومة هذه الميليشيات تلقي القبض على أحد والميليشيات تأتي طلعاً من داخل من داخل توقيف الذي وضعته فيه الحكومة وتخرجه وتتحدى الحكومة وتقول نقص أذن رئيس الوزراء ويستعرضون في الشوارع الميليشيات ولا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً والقوى الأمنية تقول لا ندري شاهدنا عبر شاشات الفضائيات هذا الموضوع أي حكومة هذه يعني خلي جاوبنا على هذه القضية أي حكومة هذه والتعليم منهار والصحة منهارة والخدمات منهارة والميليشيات تعيث في الأرض فساداً وعملية سياسية ميتة وحكومة لم تشكل يعني برلمان معطل وحكومة لم تشكل صار لها ما يقرب السنة من الانتخابات هذا كلام معيب عيب هذا الكلام يعني شهر العاشر القادم يكون قد مر سنة على ما سموها بالاتخابات المبكرة لم تشكل حكومة ولن تشكل والتحديات أي حكومة هذه اللي الإيرانيين يدخلون بالملايين بلا فيزا ولا ويدعي أحدهم أنه لا دخلوا بفيزا دخلوا ب... يكفي أن هذه الدعاءات الفارغة يكفي هذا الوضع وضع سيء من سيء لأسوأ وهذا ما لا علاقة بشيعي بسني بكردي بعربي بغلبية مدرمنية أكثرية وأقلية ما لا علاقة إلا علاقة بوطنية إلا علاقة بعراقي يحب بلده يستطيع أن يخدم بلده لا يكذب ولا يسرق ولا يستحي من قول الحق هذا واقع الحال أما أن تقولوا هكذا العراق يلعب دور ساعي البريد إذا كنت تلعب دور ساعي البريد سلمك أمريكا رسالة توصلها إيران رسالة توصلها إلى السعودية والسعودين تسلمك رسالة توصلها إلى إيران يعقدون عندك اجتماعات في أقبية معينة هل هذا يعني أنتم عامل تلعبون دورا وأنتم عامل مهم وعاملوا استقرار وتلعبون دور مهما في تثبيت الاستقرار في المنطقة عبوا هذا الكلام المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة الحالي يقول الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجيون وتمكنت من تفكيك الأزمات يؤكد هذا الكلام هذه الأزمات التي فكتها إذا قادر الحكومة أن تفكي الأزمة التي يعيشها العراق منذ عام 2003 هذه الأزمة ليست الأزمة الأولى وليست الأزمة الأخيرة وهي أزمة مستمرة يعني ليست مثل كرة الثلج المتدحرجة هذا واقع الحال يتفك هذه الأزمات والأزمات كلها في القفض المواطن تفتعلون الأزمات وترموها إلى الشارع والمواطن يتحملها ودفع المواطن دماء وأرواح وحياة واستقرار وواقع وحاضر ومستقبل أبناء وحياته وبلده بسبب هذه الأزمات أنتم غير قادرين أنتم لستم دولة حقيقة هذا واقع الحال هذا ليست الدعاء هذا مول كلام من عندنا هذه المنظمات الدولية وكل الدول تقول أن العراق ليست الدولة لكن أمريكا الهراء ومالتها هي رافعتها للدول تجعل الدول تتعامل مع الحكومة الحالية وتتعامل مع العراق بشكل غير الشكل الحقيقي وضع شاذ يتعاملون معها أنه وضع حقيقي ووضع طبيعي ومستقر وهم يعرفون كلهم أنه وضع شاذ وغير مستقر هذه القضية غريبة عجيبة وهو نفس الكاظمي في نفس الحديث فهذا يقول أن الأزمة السياسية في بلدنا صعبة لكن أبواب الحال ما زالت مفتوحة عبر حوارنا الوطني القادر على أنتاج حلول تنهي هذه الأزمة الراهنة أي حوار وطني مع من تتحاورون أنتم تتحاورون مع أنفسكم هذا حوار الطرشان لا أحد يسمع الآخر الكل متمسك بالمساحة التي يحكمه ويريد أن يتوسع ويريد أن يكون هو الأقوى هذا موقع الحال والصراح صراح كراسي والصراح مناصب والصراح سيادة الاستحواذ على كل شيء هذا موقع الحال مليشيات تتصارع والدولة لا هي لا وجودة للدولة وإن الدولة؟ من مصطفى الكاظم متحدثة هذه الدولة ليست اقول عندي وزارة الدفاع وتجارة، ووزارة خارجية ومواصلات لما أثرها على الأرض لا قدرتها على تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها كل هذه المؤسسات وكل وزارة وكل مؤسسات لها أهداف الأهداف التي حققتها هذه هل هي هذه الهداف الحقيقية؟ ولا يتخدم المواطن الدولة مثل الهرم كل طبقة تخدم الطبقة التي بعدها والتي قبلها وكل طبقة تحمي الطبقة التي تحتها والتي قبلها والكل يحمي الكل والقرارات تنزل والكل يحمي هذا واقع الحال نحن كيف نتصرف نرتقي على جثث الناس وعلى أحلامهم وعلى كل مكتسباتهم ندوسها بأقدامنا هذا اللي تفعلوا بميليشياتكم والأموال تبدد بالفساد والسرقات وبالتالي تقولون نحن الدولة وبالتالي يقول الكاظمين أنه نحن نلعب دورا مهما في تثبيت الاستقرار للمنطقة وهذه حكمتين تجربة حكومتي أكدتنا العراق حيب هذا الكرام ربما وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى نتحدث عن موضوع قريب من هذا الموضوع إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة